أهلاً بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود في السوشيال الميديا خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معي الحساب الرسمي للنادي الأهلي ومرحباً بعودتكم إلينا من جديد يصرنا الإعلان عن اتحاد القوة بين النادي الأهلي المتميز وبين الشركة بالتأكيد اللي هتكون مصممة أو المسؤولة عن الزي الرسمي للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي والكلام ده حتى موسم عشرين خمسة وعشرين عشرين ستة وعشرين ترقبوا التطورات القادمة قدامكم على الشاشة الزي الرسمي للنادي الأهلي والتيشيرت الأساسي للنادي الأهلي خلال الموسم القادم وحتى موسم عشرين خمسة وعشرين عشرين ستة وعشرين وبإذن الله إن شاء الله تكون بداية جيدة بالمناسبة ذكرات جميلة جداً مع الشركة المصممة لزي النادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي آخر مرة كانت معانا في 2013 وقبلها في سنتين كان دوري أبطال إفريقيا موسمين متتاليتين 2012-2013 كأس عالم أندية طبعاً شركة لما بتختار اسم الأهلي ده نتيجة إن النادي الأهلي الاسم الكبير شركة مسؤولة عن أكبر فرق العالم أكبر منتخبات العالم في توقيت زي ده لما تبرم اتفاق مع شركة عالمية قبل كأس العالم أكيد في تفاصيل الناس اللي بتفهم في مسألة التسويق تبا فاهمة إن توقيت كان صعب جداً إنك تبرم هذا الاتفاق مع الشركة المسؤولة عن الملابس قبل كأس العالم بشرق ليلة جداً ويكون الزي متاح ولكن خلال المواسم القادمة هيكون عندك زي خاص وتصميم خاص للنادي الأهلي بإذن الله في السنوات اللي جاية وقبل نهاية التعاقد إن شاء الله حتى موسم 2026 طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على إن فيه سبع لعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي بأوامر كولر هنا الموضوع متعلق باللعبة الصعدة اللي ممكن الفترة اللي جاية الجهاز الفني محتاج يشوفها مع فرق أخرى عشان يحكم على مستواهم لو مش هياخدوا فرصة مع التشكيل الأساسية لكن الأسماء اللي قدامي يعني فيه بعض الاختلافات هو ما بيتكلموا على إن فيه مصدر في الأهلي قال إن فيه مناقشة لعروض الرحيل السباعي زياد طارق عبد الرحمن الرجدان محمد بحمود محمد فاخري مصطفى سعد صلاح محسن أحمد أشرف والإدارة بتفاضل بين العروض وفقا لإحتياجات الجهاز الفني أعتقد فيه اسمين ثلاثة بدون ذكر تفاصيل يعني مش مؤكدين بنسبة 100% وأعتقد التفاصيل مش يعني صح بنسبة 100% اليوم السابع بتكلموا عن إن كولر بيمنح برونو سافيو تعليماته مهام جديدة في تدريبات الأهلي برونو سافيو صنع ألعاب الفريق الجديد إن شاء الله يمكن كولر عمل معاه جلسة رفع المعنويات تحفيز اللاعب البرازيلي لتقديم أفضل عروض خلال الفترة اللي جاي عشان يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية خدوا بالكو إحنا عدنا فترة الناس ماسكا برونو سافيو هيتوقف مش هيلعب مع الأهلي الأهلي جاي بلعيب عامل مشاكل ويتوقف والله العظيمين قلت الكلام ده من الزمان حتى لو فيه إيقاف عشان يتوقف لازم يتم اختار الاتحاد الدولي بس أنا حسيت الناس في مصر عايز اللعب يتوقف بسرعة يعني فيه بعض الناس كده عايز اللعب يتوقف بسرعة عايز الصفقة ما تظهرش بسرعة مش عارف ليه آخر حاجة معايا في ترند الأهلي الوطن الرياضي كاف يختر الأهلي بموعد مواجهتي المنستيري بدوري أبطال إفريقيا اتحدد المباراة الأولى لقاء الزهاب إن شاء الله يوم الحد اللي جاي السعر باعب توقيت القاهرة ولقاء العودة يوم السبت 15 أكتوبر على ملعب الأهلي وي السلام ساعة 6 إن شاء الله بتوقيت القاهرة لقاء الزهاب والقياب مع بطل تونس كل توفية رب للنادي الأهلي